موسيقى اسعدتم مساء المشاهدي ومتابعي برنامج استراحة الظهيرة بلشنا اياكم بيوم جديد وساعة جديدة اكيد راح ترافقونا ويانا على مدار ساعة من الوقت بمحاور كثيرة واكيد محطات راح ننتقل وياكم ونتعرف على كل التفاصيل اللي نحتاج وتعرف عليها بهذا اليوم ومحور حلقتنا لليوم طبعا اني كلش اميل لجانب الكتاب والادب لان هذا مجالي فبالتالي انه اني بيوم اللي يكون عندي حلقة حسها حتكون كلش غنية بالنقاش المهم اليوم راح نتكلم عن الادب ودورة في صناعة السينما يعني اليوم احنا نعرف عندنا كثير كتاب احنا العراقيين هواية عندنا كتاب ويكتبون ومميزين ومبدعين ومبتكرين حتى باختيارهم بصناعة مؤلف جديد لكن احنا ككتاب سيناريو نشوف قليل ما يعني حتى الاسماء قليلة بكتابة السيناريوهات بسبب ضعف السينما عندنا بسبب يعني انه هسه يلا صار عندنا دراما وتشتغل الدراما بالطريقة المفرحة اللي احنا دا تسعدنا انه اليوم الدراما العراقية هي موجودة على الساحة بشكل عربي وليس محلي فقط فبالتالي يوم احنا نعرف عندنا كتاب كثير وتحديدا كتاب الرواية كيف ممكن انه هما يصنعون من خلال هاي الرواية قصة سينمائية مصورة يمكن الفرص اللي توصل لهم قليلة او يمكن ماكوا اكتشاف المواهب اللي تكتب السيناريو اللي تكتب الرواية كيف ممكن احنا نحاول الرواية يعني احنا نعرف حتى المسلسلات الافلام الاجنبية العالمية دائما يكون قصتها واقعية او قصتها من خلال الرواية انتقال الرواية الى قصة مصورة فيمكن احنا اليوم معتمدين على كتاب معينين انه راح يصير عندنا عمل لازم نستعان بكاتب معين بكاتب اللي احنا دائما معتمدين عليه بالدراما اما عندنا كثير من الشباب مثل ما عندنا كثير من الشباب اللي اتاحت لهم الفرصة بالسنوات الاخيرة بانه يمثلون بانه يفاجئون كل العراقيين بانه احنا عندنا ممثلين حقيقيين من الشباب درسوا وتعبوا وصاروا موجودين بالساحة الفنية لكن ايضا وايضا حتى يمكن عندنا مخرجين برزوا بالساحة بالسنوات الاخيرة لكن احنا نريد الكتاب الكتاب الرواية اليوم اكو روايات كلش حلوة وقصص كلش حلوة ومؤثرة ومعالجة فكرية يعني مو فقط انه الكتابة سارد لا اليوم احنا دي نشوف اكو روايات هي دي تعالج قصص بيئة المتجتمع بمشاكل بيئة المتجتمع دي توصل رسالة جديدة فاحنا اليوم راح نتكلم بكل هذه التفاصيل مع ضيفتنا العزيزة لكن بعد الفاصل هذه عودة مشاهدين اكيد نكفي اياكم حلقتنا اليوم واكيد نرجع لمحورنا المهم اللي راح نتناقش يوم مع ضيفتنا العزيزة مريم محمد نورتينا اهلا وسهلا بيج حميلتي لنورتش عامري طبعا مريم من الكاتبات اللي اختصن بالرواية وتحديدا بالرواية الفنتازية اللي دائما نشوف رواياتها تكون هي تنقل الواقع لكن بطريقة مختلفة غير مألوفة وروايتها المطولة اللي تكون اكثر من 100 صفحة او 200 صفحة من الكاتبات اللي صراحة داما هي لها وجود وثابت وجودها بكل المعارض اللي تكون تخص الكتاب وبنفس الوقت من الكتاب اللي مستمرين بكتابة الروايات يعني ما تنقطع وتغيب وترجع اوشيان احييت يوم لي حضورت عندنا وحييت ايضا لاستمراريتك بالكتابة مبدئيا نحن اليوم محورنا عن الأدب وتأثيره ممكن شنو تكون تأثيره على السينما خلينا نعرف هاللموضوع عن طريقك شوفي هو الأدب أساس ما تلقين دولة بالعالم متطور عندها السينما او الدراما او الفن بشكل عام اذا ما متطور عندها الأدب والكتاب والأعمال الأدبية ما اخذ دورها بالمجتمع يعني مصر مثلا عندك مصر من اقوى نقدر نقول هوليو دي الشرق مصر اقوى كتاب العرب نجيب محفوظ احسام عبد القدوس وسامة انوار عكاشة وغيرهم وغيرهم حتى بالفنتازية العربية هم المعروفين بالبداية اللي هو احمد خالد توفيق المرحوم يعني اللي كتب مورا الطبيعة كلهم ماخذين حقهم وزايد فبالتالي طورت عندهم السينما وطورت عندهم الدراما فاللي اعتبر انه كل شي بهاي الدنيا يبدأ بحكاية فكرة حسا عندك مثلا تردين تكتبين سيناريو الحلقة هم لازم اول شي تليجئين حتى شون يبلغ تسوين حلقة لازم تكتبين سيناريو نسلي العامود اعتكز علي حتى اكمل التفاصيل كل شي لازم يكتب يكون مكتوب تردين تسوين حلقة لازم تكتبين لها سيناريو تردين تسوين قصة لازم تكتبي لها مثلا فيلم مثلا مسلسة هذا السيناريو نادراً ما يكون متقن وبناء شخصيات قوية إذا ما كان مثلاً أصلاً هو مقتبس من الرواية لأن الرواية يأخذ الكاتب كفايتة يبحث كتب مثلاً مصادر معلومات يتعمق بالشخصيات برسم الشخصيات وأكو فئات كلش هواية من الرواية ككاتبة متعب موضوع السيرج والمصادر الحقيقية والمعلومات الحقيقية حتى أنت يوم من تنقليها بالكتاب أنت مستند على مصادر متعب موضوع المصادر والمعلومات؟ شوف هو أكثر جزء متعب بالكتابة هو هذا البحث لأن الكتابة هي موهبة فالشيء اللي هو نابع من موهبة راح تستمتعين بي أكثر مما تتعبين بي لكن السيرج والبحث هذا موهبة هذا الشيء مضطرة أنت تسوينا حتى من تكتبين قصة تكون عندك مصداقية تكون تتنقلين معلومات حقيقية للقارئ والمتلقي فهذا أكثر جزء متعب كتابة الرواية الثاني يعتبر أن الجانرة اللي أكتب بيها النوعية اللي أكتب بيها ما تحتاج لها بحثة هواية لأنه هي أصلاً فنتازية لا هي يعني تعتبر عن موهبة أكثر شيء فنتازية يعني روايتي الرابع سنة عالتول هي الأكثر مبيعة وكلش حبوها مع أنه إحنا أصلاً الكاتب بشكل عام ما ما أخذ حقه من ناحية الشهرة من ناحية التقدير من ناحية دور النشر بضبط ناحية دور النشر وهو أصلاً دور النشر خلينا كنش نختص بهذا الموضوع لا يزعلون علينا أصحاب دور النشر لكن عندهم ظلم كبير للكاتب يعني أنا ما أقدر أقول الأغلبية لا أنا أقول الكل يعني اليوم الكاتب هو يتعب سنوات شقدر تطول عنه شر رواية حتى تكابليها والله يعني هو كل جزء سنة يطول عندي تقريباً وهذا آخر جزء سنتي يعني الكاتب يتعب بالسيرج بالمصادر بالمعلومة بوقته بإلهامه بفكرة هذا اليوم هو مفكر هو داي يصنع فكرة جديدة داي يصنع محتوى جديد ومسؤوليته وإذا صار امتقال ما راح يصر على الدار راح يصر امتقاد على الكاتب فاليوم الكاتب كل هاي الإجراءات اللي يتخذها والمسؤولية بالتالي يروح لدار النشر لدار النشر يريد حق أكبر من حق الكاتب مو هي المشكلة بسبب عدم وجود دعم دعم من ناحية الدعم الثقافي يعني شو راح نقول وعي الجمعي الوعي الجمعي مجا يدعم دور النشر يعني الناس بما كان ما تروح تشتري كتب تروح تشتري البيزة بـ 15 ألف والكتاب بـ 7000 يروح يشتري البيزة عادي بـ 15 ألف وياكلها الضرصحتة وهذا الجنك فود زينا ليش نقول البيزة كتاب 7000 يشوفها هواي زينا خلينا يكون منطقيين انت اليوم تنقلين واقع واني أنقل واقع يعني مجالنا متقارد احنا ننقل واقع خلينا ليش نقول البيزة في كل صراحة اليوم الشاب العراقي ما يقدر يلا كل يومية ما ينزل أرقيلة أو ما يطلع الكافية على مود أرقيلة وكل يومية أرقيلة بـ 12 ألف بـ 12 ألف هاي يومية وأقو مطاعم أغلى وأقو مطاعم شوية أقل هذا اليوم يلازم أرقيله الوعي الجمعي مجا يدعم لا دور النشر ولا الكتاب وكذلك الدولة الدولة بدأت تهزة بخطوات تتطي منحة مالأدباء خصصات مخصصات لدعم الفئات الأدبية ودعم دور النشر وهذه الأمور بس دوها بدأت بها الخطوات يعني احنا نقول أنه نشجع هذا الأمر وإن شاء الله يستمر وصبح خطوات أكبر لأن كل دول العالم دار النشر يكون مدعوم من الدولة وكون لها مخصصات ضخمة فهو ما يحتاج يأخذ من الكاتب المخصصات المالية أو فلوس حتى مقابل ينشر كتابه لا هو لازم يدخل الكتاب لجنة يتم الموافقة عليها فبالتالي من يحصل المبيعات راح ترجع لفلوس للكاتب لأنه أصلا دار النشر هتكون مدعوم من الدولة وتأخذ مخصصاتها من الدولة فلا يحتاج الفلوس الذي يطهي على الكاتب فما شلون والذي يأتي من أرباح كتابه فهو زايد خير لهم لدور النشر شلون مثل الراتب ثابت لهم من الدولة فهو هذا المرحلة اللي نطمح أكيد طبعا خلينا نرجع إلى الروايات الفنتازية الروايات اللي قدمتها الفنتازية بمختصر شن الأشياء اللي ناقشتها واللي قدمتها من خلال هاي الروايات والله شوفي هي الجانرة الأدب الفنتازي تعالج أمور كل شو ما يقدر يعالجها الأدب الواقعي خصوصا في دول تكون بها وقل لنكوا واقعين مهما كانت حرية التعبير عن الرأي موجودة تبقى أساليب إنه إذا تحددتي تابوهات معينة رح يتم الحكر عليش أما الفنتازية تقدرين تتطرقين أي شيء تردينه بدون ما أحد يحاسبتش ليش لأن انت خالقه شون نحن نقول تشبيهات رمزيات كل شيء تقدرين تتطرقين إلى طريقة غير مباشرة مثلا أنت تنتق دين فد مجتمع معين فد دين معين فد سعصة معينة تسموين مشابه لهم بعالم ثاني أصلا ما ألا وجود بأسماء ما ألا وجود بقوانين ما ألا وجود لكن هي تشبه بالمحتوى مالتها يعني مثلا أطيش على سبيل المثال أقرب شيء اللي هو أصلا فيلم مقتبس من رواية رواية نزلة سنة 1965 وخمسة وستين اللي هي رواية كثيل اللي هي دون هم للكاتب فرانك هيربرت هذه الرواية ورسنة كسبت جازة هوغو وبعضين شون صارت تم إنتاجها يعني تخيل هي صدرسة 1965 واثرت بأدب الخيال العلمي بشكل عام شو رحنا نقول سيد الخواتم أثر بأدب الفنتازية قبل سيد الخواتم شيء وبعد سيد الخواتم شيء تاني وكذلك الخيال العلمي قبل دون شيء وبعد دون شيء تاني فسوه ست 21 فيلم هذا الفيلم كسب جوائز وضجة رهيبة وهي بمناسبة سلسة أفلام صدر الجزء الثاني من عندها قبل شهر أو شهرين يمكن ويعني حتى بالإيم دي بي تقييمة عشرة من عشرة ماكوا واحد شافة ما انظهر بي هذا مسويليش كوكب اسمه أراكيس تلبست في على الاسم السكان مات يكونون ساكنين للصحراء سمر البشرة وعدهم ثروات هاي الثروة اللي يسموها هما يسموها البحراء نسيت شوني يسموها التوابل ها فكل الكواكب تتعارك حتى تسيطر على هذا الكوكب اللي هو أراكيس ها اللي بيه التوابل هذي تصير وقود اللي هواي أشياء تخليك تبشي عبر الزمن وهتشي شيء فمتسوي لتشي ثقافة مالتهم عربية ملابسهم عربية بس هما مو حرب هما أصنب كوكب ثاني حتى اللهجة مالتهم واللغة طريقة الصلاة مالتهم كل هذي أكو واحد يجي يقدر يروحي يقول لفرانك هربرت أنت جاي تقصد مثلا أراكيس على دولة العراق مثلا أو تقصد العربة بما تقصدي أنه اليوم القضية الفنتازية أو الطريق باختيار كتاب الفنتازية نعم هي من الأشياء اللي محمية أنه تقدرين يتعاجين كل المشاكل بالمجتمع اللي هي ممكن تكون ما يكون حد يقدر يناقشها بطريقة الواضحة فتناقشيها عن طريق الفنتازية طيب إحنا أيضا عدنا بالشاشة رواية وفيديو عن الرواية إذا لا تقدرين أنه تشرحيني أكثر عن هذه الرواية أين نعم بالنسبة للرواية الماتية فهي الدور في عالم اسمه أزوريس هذا العالم بعدة مخلوقات اللي هي سلالات حاكمة وسلالات تابعة طبعا أنا كل شي بيها موجود بيها رمزية لكن مستحيل تلقين شي مباشر أنا تماما ضد المباشرة بالنصح أو بمعالجة القضايا بالرواية بالروايات بشكل عام وهو أصلا لهذا أنا أميل للفنتازية وأميل من طفولتي لهذا النوع الأدبي اللي هو الفنتازية هذا النوع من الكتابة طبعا إحنا إلا نقدر أنه نشرحه بطريقة مفصلة أنه أكو حرية التعبير بي وأكو حماية للكاتب أنه ما يقدر أنه أحد ممكن يحاسب على مناقشة ما صح زائد يجذب أكبر فئة ممكنة أنا النوع الروايات ماتي هي روايات مصورة وهي تقريبا نوع جديد يعني جانرة تقدرين تقولين مو كل شي منتشرة وأنا اختاريت أنه أكتب هذا النوع لأنه ستجذب أكبر فئة ممكنة من الشباب بشكل مو طبيعي وفعلا هو هذا اللي صار رواية مصورة يعني شوني يعني بين صفحة وصفحة راح تلقين أكو رسومات للشخصيات للمشاهد بمكان ما أقعد حتى أشرح لك مشهد كامل تبقين بي خمسة صفحات يالله تقدرين تتخيلي لا أنا شارحت لك يا بطريقة مختصرة دورين تلقين صفحتيين كاملات موجودة بي المشهد مرسوم بشكل كامل تخيلي هذا النوع من الروايات راح يشجع الشباب على القرار راح يجذبهم بصريا صح يعني هو القارئ أحيانا يشعر بالملل بسبب السرد أو بسبب تشابه الكتب بفكرة التنمية تنمية تنمية صارت الناس تتعب من فكرة واصلا مفهوم التنمية غير عن اللي يكتبوه بعض الكتاب ويسموه ويطلقون عليه اسم التنمية أو وصف التنمية فاليوم احنا نحب نقرأ اشياء مختلفة اشياء غير مألوفة وبنفس الوقت تاخدنا لعالم ثاني وتنطينا درس من هذا العالم بالضبط مريم شنو يمنع اليوم رواياتك بما انه هي اليوم فنتازية شنو تمنع انه تشاركين بيها بأعمال درامية وسينمائية بما انه اليوم الأدب هو إلى تأثير قوي على السينما شوفوا هي تحويل الأدب إلى أعمال سينماية هاي بدأت من سنة 1898 حلو يعني الموضوع كلش قديم ومو ما الواحد يبدي بي من هسا يعني احنا تونى بدينا بي العرب أنا متأكدة انه بالـ 1200 يالله نقدر ها انه ننتج عمل ها يكون مثلا فنتازي او عمل خيال العرب العراقيين بالتحديد يحتاج 1250 يالله يوصلون يعني الانتاجية تكون ضخمة ما يستوعبها الانتاج؟ الانتاجية مستوى الممثليين حتى يقدرون يمثلون عن الكروم الخضراء ترى مو سهلة ها الـ Green Screen ترى هذا كله منشوفين Game of Thrones منشوفين عندشهادي تايتانيك كذا طيب احنا بيها شنو يبنع اليوم روايات عراقية مو فقط الا روايات عراقية ممكن تشارك عالميا انه توصل ممكن اكيد انه ممكن هذا الكتاب يسوق بشكل عالمي او دولي عفوا فممكن انه تصر اكو مشاركة دول العرب هم ما عندهم هذه الامكان يا برأيك؟ دول العرب هسا حاليا في صدد انه جاي يسوون هاي الاعمال رواية حوجن تحشي عن جني يحب انسية ويعني افضل رواية تناولت هذا الجانب وحوله فيلم ونزلت بالسينما ايضا احنا يمكن قبل اللقاء تناقشنا انه اقو عمل عراقي درامي فنتازي اسم الكهف تحياتنا لكل الابطال احد الابطال اكيد بيداء المعتصم تحية طيبة الها انا ما شاهدت بالشكل الكامل بس صار عدي فضول اكثر انه اشاهده ايضا هو صنف بانه هو عمل فنتازي وكلش حلو انا صراحة استغربت من قتيل علي انا اريد اشوفه صراحة اتحمست انه اكو اهمين قتلش على مال دجلة وفرات ايضا ايضا شاهدهم محاولات فنتازيه وكذا بس حتى نوصل الى مرحلة انه الموثل ضابط دوره الاسي جي اي مضبوط الكذا يحتاج لنا فترة كل شواء يعني لانهما اصلا اللي بدأوا بالافلام بدأوا تحويل الادب الى افلام قتلش مساة 1898 جورج ميلياي اللي سوى حول احدى روايات جولفيرن اللي هو كاتب الخيال العلمي اللي تنبأ نقدر نقول هو تنبأ بالمستقبل هو تنبأ بالغواصات بظهور غواصات ظهور الطيارات قبل لا تظهر اصلا جولفيرن فجورج ميلياي هو ممثل وهو مخرج ايضا هو اول من بدأ الافلام الصامتة وحول ان كان فيلمه الاول اللي هو رحلة الى القمر وبالمناسبة موجود متناولين هاي الشخصية فيلم اسمه هوغو ايضا اللي يحب يشوفه موجود على سينوانا من المناسبة فهو به هذا جورج ميليا ويطلع لش انه هذا من بعد ما اختفت 75 بالمئة من افلام اللي انتجه لانه كان يسموه ساحر الشاشة الصامتة اللي هو ساحر الافلام الصامتة جورج ميليا هو فرنسي وهو اللي من بدأ الافلام اللي تحولت بالدب سعيد احنا كنا نعرف قاعدة الكاتب اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ ثم اكتب انا برأيه الان خاصة بعد انتي بعد معلوماتك ومشاهداتك انا برأيه اليوم اقرأ ثم شاهد ثم اقرأ ثم شاهد ثم ابحث ثم اكتب بالضبط يعني المشاهدة اليوم هي مقارنة بالقراءة يعني انت لا عندك وقت انه تقرأ او ما عندك الواهس اللي يخليك تقرأ ممكن انت تشاهد هذه المشاهدة اليوم هي ايضا اضيف ثقافة مو فقط للكاتب باي مستوى مهني او عملي او موهبي يعني اليوم اذا اريد انمي موهبتي اريد انمي عملي فبالتالي اول اجراء اخرى انه هو المشاهدة والقراءة اكيد طبعا موه دا اقولك يا ما تكتمل الفكرة عندك بشكل كامل اذا ما يصحبها جانب بصري جانب جمالي وجانب سمعي وجانب ايضا انه يدخل العقلك ويتبلور بي القراءة تخليك انه انت تقرين وتكوني انت المخرجة وانت المنتجة بعقلك القراءة تخليك تستندين على مفردات جديدة ما يكون السرد الممل او اللغة العربية بخيالك تقدرين تختارين الممثلين تختارين الادوار تختارين العالم شلون يكون لان بخيالك انت رح تتخيلي بس هذا الموضوع في عصر السرعة في عصر السوشال ميديا في عصر المحتوى المرئي صار صعب جدا على المراهقين شوفي مريم انا هذا السؤال ما اسألة شلون يا سؤال هسا راح اسألتش يا انا هذا السؤال ما اسألة اعتبر من الاسئلة اللي تظلم الضيف لكن راح اسألتش يا انا صار عندي فضول مريم وين تشوف نفسها بعد هذه المحاولات بانه هي تكون بمكان مميز من البحث من المشاهدة من المعلومات والمصادر انا يوم دا شوف عندك خزين ثقافي جدا عميق وهذا الشي احيت عليه زين بعد كل هذه الاجراءات اللي تتخذيها وين ممكن تشوفين نفسك وين راح شنو راح تسوي للعراق يعني واني اشوف نفسي او للأدب اي اشوف نفسي انه مؤثرة كل شبيرة بالوطن العربي بالأدب يعني بأدب الفنتازيا يعني عندي نية ان شاء الله اذا تتحقق راح تلهم هواية كتاب وراح تبدي لين جديد بالأدب وقلت لك هو الأدب المصور يعني انه ان شاء الله ما راح تكون انا اخر وحدة اول واخر وحدة تكتب بيه بالوطن العربي وهو يكون اناس على غرار السلاماتي جاي تتأثر بهذا الموضوع وان شاء الله يعني يكون واحدة من رواد هذا الأدب اللي يعني صنعته وهذا اللاين يعني انه اكون فتشي فتشي الله كريم من واحد ما يعرف هو هذا اللاين اللي تتكلمين عني هو جديد على الأدب الثقافي ولا هو جديد على مريم لا هو مو جديد على الأدب بشكل عام هم موجود يطرقونه لكن صعب صعب انه يكون أدب كرواية تكون رواية كل شو رزندة اما يتجون الى كوميكس اما تكون كلها مصورة اما تكون كلها مكتوبة لان صعب ترقين انه الروائي هو نفسه رسام لازم يلجأ الى رسام اخر وغالبا ما يختلفون وكذا انا لا انا بما اني رواية ورسامة بنفس الوقت فدمجتهم اتنينات السوء وبديت بهذا اللاين واي واحد انا اشوف ممكن اي رسام يقدر انه يصير روايي بكثرة القراءة لان خيال بمشاهدة بالضبط لانه الرسام عنده خيال الخيال اللي عنده الرسام نفسه عند الكاتب نفسه عنده الشاعر الكاتب يحتاج لمفردات انا يقوليش الصعب لازم انه يقرأ انت رسام وتريد تصير كاتب اقرأ حتى تكون عندك مفردات لانه مستحيل اكو رسام ما عنده خيال مستحيل اكو رسام ما عنده هاي الموهبة الابداعية والفن انه يقدر يخلق عوالم ويسوي ويسوي رواية مصورة لا يقدر بس هو المفردات لانه كله صعب واحد يحصل مفردات بدون قراءة حلو اكيد المشاهدة هي تنطي الخيال والقراءة ايضا تنطي خيال بكل خطوة داهم للوقت وياج شكرا شكرا لحضورت ويتمنى انه يكون عندنا لقاء اخر نتناقش به بشكل بعد اكبر من هذا اللقاش اختلفت اليوم الحلقة وياج صراحة اني كثير يجوني ضيوف كتاب لكن يوم تلفت الحلقة بمناقشة كتابة الفنتازيا والرواية والادب وتأثيرها على السينما شكرا لوجودت اهلا وسهلا حبيبتي انا اشكركم حياتي حبيبتي اذا مشاهدين اكيد بعد هذا النقاش الممتع بالكتابة والادب نتمنى ان الكتاب ياخدون مجالهم اللي يستحقوا بمجتمعنا وبمجال الثقافة لان صراحة الكتاب من اكثر الاشياء اللي يحتاجوه هو اليوم يكون دعم لهم من خلال دور النشر من خلال وزارة الثقافة اليوم يكون لهم وجود حقيقي بالمجتمع كفينا وياكم حوارنا لليوم وراح ننتقل الى تقرير وبعدها راجعين اليوم لأول يوم تقام ليلة رمضانية في المتحف العراقي اول مرة نقيم احتفالية كبيرة كرنفال للموروث الرمضاني العراقي على اروقة قاعات المتحف العراقي وحدائقه ايضا فعاليات كثيرة تمت بهذا اليوم هي منها افتتاح معرض للتراثيات وسيكون باقيا لغاية نهاية شهر رمضان وعرض للازياء وفعاليات اخرى المناسبة هي اعادة احياء روح العادات الرمضانية القديمة وموروثنا الثقافي البغدادي الاصيل تحديدا ما جينا احنا ركزنا على هذه الكلمة وهذه الفعالية الرمضانية بروحية الاطفال اللي تقريبا اندثرت بالوقت الحاضر فقررنا انه نحييها وتكون شرارة الانطلاق من المتحف العراقي كثير من الناس تحب شوف العراق شوف تاريخه اثاره تقاليده فجدا مهم ان يشوفوا الناس داخل هذا المكان الاثار والمتاحف وغيرها طبعا اليوم مهرجان جدا مهم في ليلة 15 في رمضان يتم ترويج على الاثار العراقية ايضا على التقاليد ايضا كفرصة مهمة ان تعرف في رمضان كثير من الناس تحب تطلع بالليل وهي فرصة عظيمة ان يشوفوا اثاره بالليل وانا اشوفها كاول مرة يتم افتتاح المتحف يكون في الليل وهي فرصة عظيمة ان المستقبل ان شاء الله يتم افتتاح المتحف في الليل طبعا انا اشتغل حاليا مش السياحة للاجانب ودائما دائما اشجع الناس السواح الدخولي للمتاحف العراقية ترويج على الاثار العراقية لان العراق كنز من الاثار قبل 4000 سنة بدأ كل شيء هنا فجدا مهم ان نروج لاثارنا مشكورة وزارة الثقافة لجمع هذه القلوب الطيبة العراقية التي تحب التراث من خلال البازارات وعروض الازياء والفرق الموسيقية ويكفي علينا هذه اللمة الحلوة الرمضانية التي تثبت انه العراق لا زال بخير واهله الكرماء موجودين بخير هذه عودة مشاهدين اكيد بعد ما استمتعنا بهذا التقرير واكيد شكر بوصولي وزارة الثقافة اليوم هي اللي اهتمت بهذا الحفل واهتمت بهذه الجمعة الجميلة اللي اختصت بأكثر من موهبة وأكثر يوم من فرق ثنية تمتاز حتى المربع البغدادي والفنون المختلفة وهذه الجمعة الجميلة برمضان يوم حتى احنا دنشاهد كل الموهوبين وكل الفنانين فرحانين بهذا التجمع على اقل تقدير هذا اليوم تقدير لجهودهم وتقدير لفنهم فبالتالي يجمعوهم بالطريقة الجميلة اللي يستحقوها وبنفس الوقت اليوم احياء اعمالهم من جديد من خلال هذا التجمع واليوم كل عرض يكون موجود بمتحف العراق ايضا هذا اليوم تتويج لهم انه اعمالهم ذات عرض بمتحف العراق ومن نفس الوقت اليوم هالي المهرجان هو اهتم بمختلف الفنون ومو فقط فن معين وزارة الثقافة غطت هذا الموضوع واهتمت بهذا الجانب المهم لكل الفنانين وتحديدا اليوم احنا شاهدنا حتى الفرق الفنية مو فقط الفن الرسم والكتاب لا حتى اليوم الفرق فنية والامربعاتية على قولتنا وكثير من المواهب المهمة والمميزة بالتالي يمكن بس اثناء المناسبة احنا نشاهدهم باوقات كلش بتفاوتة بالتالي احنا نحب ان نشوفهم موجودين دائما بمهرجاناتنا وايضا يكرمون بالطريقة الصحيحة والطريقة اللي يستحقوها احنا عراقيين عبارة عن فن وعبارة عن مواهب وعبارة عن افكار جديدة لكن الدعم من شاهدة قليل حاليا نحن نشوف اكل اهتمام بهذا الجانب الفني لكن احنا نحتاج الاكثر ونحتاج الى دعم حقيقي من الوزارة مو فقط بالمحافل لا احنا نريد دعم حقيقي لكل الفنانين اللي موجودين ولا زالوا يقدمون ومستمرين اذا مشاهدين اكيد بعد ما شاهدنا هذا التقرير راح ننتقل وياكم الى موروث عراقي وهو الحب الماي اللي احنا نحن وجهال نلقى دائما بالدرابين وبالمنطقة ويا طعم الطيب البارد خلونا نشاهد هالي التفاصيل بعدها راجعين اشتركوا في القناة 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 طبعا تناول الماء عن طريق الاواني الفخارية امر علاجي بحث نعرف سابقا كانوا مو فقط أهننا وأجدادنا لا من العصور القديمة دائما أنه يستخدمون الأواني بالفخار أكثر من أي شيء لأنه هو بالتالي صح يكون وأيضا المادة الفخار هي من المادة اللي يصنعون بها الفخار هي أقرب مادة للجسم وبالتالي عبارة عن صحة للإنسان من نفس الوقت أكو معلومة أيضا تثبت أنه الماء يموت أثناء وجوده بأواني الفخار من الأشياء اللي هي تعيد قوتة للماء وأيضا تنقي وتتقدم بطريقة الصحيحة والمفيدة للجسم نعرف أيضا أنه إحنا اليوم كانت بمناطقنا دائما نحب الماء موجود لأي شخص اللي محتاج الفقير اللي عنده وأيضا من المعلومات المهمة أنه الأواني الفخار هي أيضا من تبرد الماء يكون صحي أكثر بسبب أنه لا متعرض لأي غاز ولا متعرض لأي مساعدات برودة هذا الماء بطريقة غير صحية يكون بطريقة طبيعية بحتة وصحية أيضا وبالتالي يمكن نعرف الماء أهميته وعلاجه للجسم لكن اليوم إحنا نعرف صحيح عندنا مشكلة بأنه لازم نشتري الماء اللي يكون مفلتر ولي يكون مصفة ووالية لحنا عدنا مشكلة بأن مياه عدنا فلازم نشتري الأواني اللي هي تكون يعني مباعة مو موجودة ليشني المباعة أنه هي متصفية ومتنقية وداخل أكثر من من تصفية حتى بالتالي تتقدم إنه أيضا هي من الموروث الشابي الجميل اللي كانت موجودة يمكن نطلع من المدارس نلقى حب الماء موجود وأيضا ما يتعرض لأي مواد ممكن تكون غازية وغيرها هو صافي وهو صحي للجسم بنفس الوقت حتى يمكن نحن نذكر طعم الماء بيء الحب الماء يكون مختلف عن البطالة اللي احنا داما نشوف بها تكون ممكن حتى متصفية صحيحة الكاملة اللي نحتاجها بالتالي أكون ماء أغلى من ماء حتى بالبطالة نشوف هذا الاسم يكون غالي أكثر من الاسم الغير فأكيد اليوم الأشياء القديمة هي داما تكون مفيدة أكثر وتكون صحية أكثر إذن مشاهدينا راح ننتقل وياكم إلى فقرة ديكور خلونا نشاهد ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر